سلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ يارب النهاردة تكونوا بألف سحة وبخير هنعمل النهاردة مع بعض دبابيس الفراغ بطريقة جميلة جدا بتدبيلة خليجي هنعمل كمان معاها بطاطس بطريقة فعلا طحفة وان شاء الله هتعجب يلا نبدأ على طول عندي هنا كيلو من الدبابيس طبعا انا غسليها ومنطفوها بالنسبة بقى للتوابل عندي هنا نص معلقة صغيرة من الكركم ربما معلقة صغيرة من الكوبيب نص معلقة صغيرة طون بودرة ونص معلقة صغيرة بصل بودرة نص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة ولو مش عنديك بابريكا مدخنة ممكن تحطي بابريكا عادية ربع معلقة صغيرة حبهان نص معلقة صغيرة ورق لوري وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الكاري فرمت بقى بصلايا ناعم خالص وبعد كده نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السياسوس وربع معلقة صغيرة ممسوحة من الملح وبعد كده حطيت مكعب من المرأة وآخر حاجة بقى نزلت بيه هو نص محلقة تغيرها من سوس الباربيكيو قلبت بقى كل التوابل دي مع البصلاية ما شاء الله فعلا ريحة التدبيلة تجنن جميلة جدا جربوها وان شاء الله هتعجبكم وبعد كده نزلت بحوالي 3 معلق كبار من الزيت علشان يدينا كده لمعة في الفرن بعد ما يستوي هسيب بقى الدبابيز في التدبيلة دي حوالي ساعتين في التلاجة علشان كل التدبيلة تدخل في اللحم وتدينا طعم جميل شايفين ماشاء الله جميلة ازاي عندي بقى هنا بطاستيتين حجم ماء وسط هبدأ ان انا قطعهم كده صوابع والسبوع الواحد هقسموا على نصين ممكن تقطعوها اصغر من كده او حتى تقطعوها مكعبات صغيرة بس انا كلت الوصفة دي في مطعم بنفس الطريقة دي جميلة جدا جدا اللي بيحب كمان الكبسة هيحبها قوي طعمها لذيذ قوي قوي وغريبة فعلا عن الاكل المعتاد هبدأ بقى ان انا دلوقتي ارص البطاطس في صانية عندي وياريت ان تكون الصانية ما بتلزقش وبعد كده هبدأ ان انا احط عليها الدبابيز بتاعتنا شايفين بقى الدبابيز بعد ما سبتها في التدبيلة ماشاء الله جميلة ولونها كمان خدم التدبيلة وريحتها مش قادر اقولكم تجنن هبدأ بقى ان انا ارص الصانية دي كده زي ما انتم شايفين ارص الدبابيز بتاعتنا وهيفيد شوية كده من الصوس اللي هو البصل مع التوابل انا مش برميه خالص ببدأ ان انا احطه وطبعا بعد السوى بيكون طحفة جدا بيتاكل مع روز ابيض طحفة فعلا طعمه جميل قوي بالنسبة بالتصوية حطيتها على فرن ساخن على درجة حرارة 180 هتاخد معاكم حوالي من ساعة وربع على حسب طبعا درجة حرارة الفرن بتاعتكم انا هنا الفراغ بتاعتي خلت بالضبط معايا ساعة وخمستاشر دقيقة طبعا قبل ما دخلها الفرن حطيت كوباية من المياه علشان تسويه البطاطس ويه اه الدبابيز بتاعتي شايفين ما شاء الله جميلة ازاي مش قادر اقول لكم راحتها قلبة البيت الفراغ دي بقى ممكن تتقدم مع روز ابيض او ممكن تتقدم اه كده ممكن تتاكل بالعيش الشامي جميلة اوي اوي فعلا والبطاطس اللي تحت دي شربة من السوس حاجة فعلا كده فاخيرة اوي شايفين الجمال ما شاء الله طحفة وعلى فكرة انا ما فتحتش عليها الشواية هي بعد ساعة وربع بالضبط ده كان شكلها من غير اي شواية لو عايزين تدوها وش اكتر من كده يبقى عادي جدا ممكن تفتحه الشواية ثلاث دقايق وبعد كده خلاص اخر حاجة بقى هنغرف البطاطس بتاعتنا زي مكلتها بالضبط في المطعم كانت محطوطة البطاطس تحت وعليها سوس واخر حاجة على الوش ده ببيس الفراخ وبكده حبيبي خلاص خلصت وصفة ده النهاردة اتمنى ان هي تكون عجبتكم لو عجبكم بقى الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك لي ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايبي القناة او اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد وان شاء الله انتظروني فيديو جديد ووصفة جديدة والسلام عليكم